جاءوا قبل 19 سنة وهم يرددون الشعارات الديمقراطية والدولة فإذا بالعراق يفقد كل ملامح وجود الدولة وتحولت الشعارات إلى سراب والبلاد إلى خراب مجلة فورين بوليسي الأمريكية في هذا الصدد تقول إن العراق لم يتحول إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة كما وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد 19 عاما على الغزو متسائلة عن معنى هذه الديمقراطية والميليشيات تجوب البلاد والفساد منتشر والخدمات الأساسية ما زالت مفقودة كما أن السياسيين ما زالوا يصارعون على المناصب رغم مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات الأخيرة حيث تحارب إيران ووكلاؤها أي تشكيل يستبعد نفوذهم بحسب المجلة الديمقراطية الموعودة لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع التصريحات الطائفية التي تترجم مفهوم الدولة في العقلية الحاكمة حاليا لم يسمحوا لنا أن نقدم القدمة لهذه المحافظات لأننا أتباع الحسين بناء العملية السياسية وضع على قاعدة المحاصصة فشهد العراق أول تقسيم طائفي وعرقي دفعت البلاد الثمنه غاليا من دماء أبنائه ومستقبلهم وثرواتهم عندما أوقذ الساسة طبختهم على نيران الطائفية وكان الشعب وقودا لها العملية السياسية في العراق هذه الأيام أصبحت عاجزة عن استعاب توجهات ومطامع الفاسدين فيها وتلك الأحزاب والكتل باتت لا تعرف كيف تدير أمبراطورية فسادها فأين هي من الديمقراطية؟ بل أين هي من معرفة مفهوم الدولة أولا؟ النظام الحالي ديمقراطي فقط في أوهام من يرى أن الميليشيات الغارقة في الجهل والتخلف والطائفية أنموذج ديمقراطي يضرب به المثل هذه المنظمة الكريمة ومن معها من رفاقها رفاق دربها كانت لهم صولة منذ أربعين عام وساهموا بتغيير النظام من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي مجرد هذه التصريحات تثبت أن العراق اليوم يحتاج إلى دولة تصحح المفاهيم أولا قبل أن يخوض أي تجربة ديمقراطية